واخيرا ستفتح السوق الأمريكية أبوابها أمام السجار الكوبي هذا ما تؤكده ميلا جروزدياز التي تعمل يدويا على لف سجار الهبان الكوبي الشهير رفع الحذر سيساعد الاقتصاد الكوبي عموما لأن هذا ما انتظرناه طويلا واخيرا اتخذوا قرارهم الذي يبرز أن قلوبان مفتوحة لكل الأمريكيين اللاتينيين وكل الأمريكيين والعالم أجمع ويعد السجار الكوبي منتجا تقليديا مميزا كما يعتبر الأفضل في العالم ما جعل محبيه في الولايات المتحدة يشعرون ببهجة عارمة بعد قرار إعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية ربما هي الضجة الإعلامية وذلك لأنه كان مملوعا في السنوات الأخيرة لكن الآن سيصبح مثل بقية كل السجائر المتواجدة في الولايات المتحدة وبموجب القواعد الجديدة سيكون بمقدور الأمريكيين العائدين من كوبا جلب مقيمته 100 دولار من كحول وتبخى